تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والصرف الصحي وافتتاح مشروعات صحية وتعليمية عملاقة خطوة جادة اتخذتها الدولة في جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية لنقل الصعيد من التهميش إلى الجمهورية الجديدة لعل سهاج من أهم محافظات الصعيد التي لاقت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية فتم إدراج سبع مراكز بالمحافظة منها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي بلغ عدد المستفيدين منها في قرى سهاج حوالي أربعة ملايين مستفيد وتشرق شمس التنمية على أهل سهاج كريمة رحيمة تخفف عن كاهلهم في الريف والمناطق النائية وتؤمن لهم ولأبنائهم مستقبلا أفضل فما تحقق من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أمنيات ومطالب أهل سهاج إلى حقيقة حيث لم تترك المبادرة أي شبر إلا وطورتها بلغ إجمالي المشروعات بمحافظة سهاج في إطار المشروع القومي حياة كريمة إلى 2877 مشروعا بتكلفة تقديرية تخطط الأربعين مليار جنيه في سبع مراكز وثلاثين وحدة محلية وإحدى وثمانين قرية تابعة وألف ومائة وثلاثة وعشرين نجع وتابع ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى أربعة ملايين مواطن يعني السعيد ما متحقاشي يوصل صرف صحي وغز طبيعي وقهرباء وتلفونات ونت يعني السراحة يشكل الرئيس السعيد ما متحقاش في الكلام ده خالص يعني فيه شغال اليومين دولا السراحة بصوا على السعيد السعاد كانت ميتة حدش فكر في السعاد خالص يعني السعاد يعني الصلاة عن النبي بيجي تمام تمام أرجو كبار وغز طبيعي حدش كان يتوقع المشور ده كله ونقدر نقول لك يا ريس فعلا أصبحنا نعيش حياة كريمة اسما على مسمى بعد معاناة من الفقر في جميع البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وقطاع كهرباء وتهالك في البنية التحتية الكاملة أصبحنا فعلا المواطن يعيش حياة كريمة وباسمي وباسم كل صعيد مصر يا ريس بقولك شكرا يا ريس على حياة كريمة اللي حضرتك وفرتها ولأن ثالوث التنمية الحقيقية ركيزته التعليم الصحة والصناعة تم تتشين جامعة سهاج الجديدة التي تحولت في زمن قياسية من صحراء جرداء إلى صرح علمية يدرس فيه نحو سبعين ألف طالب لتلبية احتياجات سوق العمل كي تكون منارة تنموية علمية تعليمية في صعيد مصر حقيقة في الألفية الثالثة أصبحنا نسمع عن مجموعة من الوظائف البازغة أو المستحدثة التي لم يكن لها وجود على الإطلاق في الألفية الثانية بنسمع عن الزكاء الاصطناعي بنسمع عن غيادة الأعمال بنسمع عن الحاسوب بنسمع عن الترجمة الفوغية هذه الأمور لم يكن لها وجود في الألفية الثانية ده وضع على كهننا احنا كمسؤولي عن أو قيادات أكاديمية لمؤسسات التعليم العالي إن احنا نستحدث مجموعة من البرامج التي تناسب الألفية الثالثة وتؤهل أبنائنا بمجموعة المعارف المهارات مرة تانية التي تؤهلهم للتعارب بما هو متاح في سوق العمل وده حقيقة اللي اشتغلنا عليه في جامعة السهاج احنا جامعة السهاج الآن بها 17 كلية منهم 5 كليات في المقارج القديم 11 كلية في المقارج الجديدة اللي احنا وقفين عليها دلوقتي وفي كلية في مكان مفاصل لأنها كلية التكنولوجيا والتعليم لأن دي لها مجموعة من الورش فما ينفعش تبقى داخل كم بسيط جمع واهتماما من الدولة بالمجتمع المحلية فعلى مساحة تبلغ نحو 26 ألف متر مربع انشئت مستشفى سهاج التعليمي الجديدة بتقنيات طبية حديثة للتخفيف من ألام أهل الصعيد بشكل عام وأهالي سهاج بشكل خاص نحن نعلن بتشريف السيد الرئيس تشغيل حقيقي لمستشفى تزيد عن 300 سرير بتكلفة تزيد عن المليار جنيه بعدد 59 سرير عناية مركزة 32 مكينة غسيل كلوي يعني بتعمل في اليوم ما يقرب من 100 جلسة يعني بتعمل في الشهر أكتر من 3000 جلسة الحقيقة ده مع 20 حضانة مع زر عناية مركزة للأطفال تحسين جودة حياة المواطن هدف تسعى إليه القيادة السياسية بتضافر جهود أجهزة الدولة كافة مع المجتمع المدني لتأمين مستقبل أفضل لأجيال قادمة حلم تنمية الصعيد لم يعد شعارات براخة ولا حبرا على ورقة بل أصبح واقعا ملموسا في مصر الجمهورية الجديدة واقعا يعيش فيه أهل سهاج اليوم أهل الكرم بمشروعات تعزز من مفهوم العدالة في التنمية وتوفر آلاف فرص العمل لأبنائها وحياة كريمة لهم فما نشده اليوم من مشروعات تنموية في صعيد مصر ما هو إلا قليل مما يحدث في عموم محافظات الجمهورية من محافظة سهاج أحمد عبدالصمد التلفزيون المصري